المنتخب التاني اللي هتحدث عنه inom هذه المجموعة المنتخب التاني والمنتخب الكندي المنتخب الكندي منتخب مكناش نسمع كثير المنتخب الكندي ملعيفش غر ستة وطمانين غير كاس عالم ستة وطمانين ومزهرش على الساحพ الرغم يعني يكاد نوعا ما سهول التصفيات الكون كاكاف أمريكا الشمالية إلى حد بعيد التصفيات تكاد تكون في المتناول يمكن أكبر منتخبين هناك والمنتخب الامريكا والمنتخب المكسيكي لكن قدر يعمل مفاجأة ويفوز على المنتخب المكسيكي ويفوز على المنتخب الأمريكي في المواجهتين وقدروا بشكل كبير المنتخب الكندي أن هم يقدموا صورة مغيرة عن الكرة الكندية الموسم الحالي لأنها كانت دائما صورة مقربة جدا لكن بدرجة أقل ومستويات أقل للكرة الأمريكية واللي هي أصلا كرة وليدة فمعظم اللاعبين اللي ما بلعبوش في أوروبا يا كريم بلعبوا فيه الدوري أمريكا لما أسأل وانت تتكلم بص على الأسماء مشفرة كبيرة لأ ما فهمش هما فيهم بعض العناصر بس فيهم بعض العناصر بيرتكز عليهم المدير الفني جون هيرتمند هو مدير فني إنجليزي بلعبه بالأربعة اتنين ثلاثة واحد يعني خلني أقولك أنه من ضمن المفاجآت هو يعني طبعا مين أشهر لعيب في منتخب كندا في الكرة الكندية من ساعة ما تعملت ألفونسو ديفيز ده أشهر لعيب قوي جدا لعيب ممايز جدا بيعب بايرني مونيخ كله جماعير الكورة المصريعة يعرفين بيلعب فيهم في بايرني مونيخ بيلعب زهير أيسر ونبلعبش زهير أيسر هو بيلعب جناح ما بيرجعش ناحية الشمال أو ساكند سترايكر ألفونسو ديفيز ده المكان الجديد اللي بيلعبه في هيرتمن المدير الفني الإنجليزي المنتخب الكندي وده المكان اللي بيلعبشه ألفونسو ديفيز أصلا لكنه يبقى نجم كندا الأول هو ألفونسو ديفيز والكماعي عنهم لعيب ممايز جدا جونسون ديفيد ده موجود في ليل مهاجم قوي جدا موجود يقترب كمان هدف هم التاريخي مهاجم كلوب بروش ساي الرين ده هدف الكندا التاريخي وبيلعب فيه فى داري البلديكي فى كلوب روج وكان بيلعب سي دورة إبطالا الأوروبا orientationا الحالى ou皆عيب كويس جدا جدا واللسّ مكمل في داري أبطالا الأوروبا وалаعيب مميز جدا助 Vegeta مع ستاكيو legitB nieport Estado مميز جدا في وسط الملعب دي العناصر اللي بيرتكز عليها هردمن وهو بينعب في المجموعة النارية دي لكن هل العناصر دي والمناسبة العناصر اللي قلتها دي اه ما بيقفهمش حد بيلعب في نادي في الكلاس اي غير افونسو ديفيز لكن الاربع خمس عناصر رينا قلتهم دول عناصر مميزة جدا 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 هل هيقدر يقود المنتخب الكندي زي ما خلوه عمل مفاجأة وتصدر تصفيات الكونكا كاف على حساب المنتخب الامريكي والمنتخب المكسيكي اللي صعدوا معايا الكاس العالم لكنه هو كان متصدر التصفيات وقدر يفوز على منتخب بحجم المنتخب المكسيكي ويفوز على منتخب فيه مواهب اكتر زي المنتخب الامريكي والمنتخب الام دايما المنتخب الكندي شوية بلصبغة الامريكية طول تاريخه يعني فقدر انه هو يعمل ده ويعمل مفاجأة مع جهزة فيردمند هل يعمل بقى المفاجأة ويتأهل الدور التاني من مجموعة نارية بالشكل ده اعتقد المنتخب الكندي منتخب جدير بالمتابعة مش لانه منتخب كبير ولانه مضمون انه يعمل مفاجأة لانه عمل نقلة كبيرة فيه على صعيد الكورة الكندية انه يدخل كاس العالم من الاساس متصدرا كمان لتصفيات الكونكا كاف اعتقد ده كل شيء لكن فيه لعيب على موعد مع التاريخ يا كريم في المنتخب الكندي كابتن المنتخب الكندي اسمه قطيبة هاتكنسن قطيبة هاتكنسن ده يمكن ما جاتلوش فرصة انه يلعب كاس عالم ما جاتلوش فرصة انه يلعب في بطولات غير بره بطولات الكونكا كاف وتصفيات الامريكا الشمالية بيلعب في بيشيغتاش من 2013 لكنه جاتلو فرصة ان يدخل التاريخ انه يدخل قائمة اللاعبين الاكبر سنا المشاركة في المونديال بعمر 39 سنة 9 شهور و 15 يوم تقريبا وهو دخل بشهر على حساب انخل لابرونا لعيب ارجنتيني كان متواجد ب39 سنة و 8 شهور في اتكنسن على موعد مع التاريخ مع المشاركة الاولى للمنتخب الكندي امام المنتخب البلجيكي يوم 23 نوفمبر الجاري ده اتيب اتكنسن بعد عمر طويل جدا في الملاعب وبعدما اقترب من الاربعين عاما بيشارك في كاس العالم ليكتب التاريخ مع المنتخب الكندي ويكتب اسمه في التاريخ هتقدر فترة طويلة عاما ما يخرج من قائمة العشرة لانه اقترب من الاربعين